حديث مع حضراتكم وفي هذه اللحظة نرحب بفضيلة الشيخ إمام مسجد النصر الشيخ أبو الأرقم أسعد الله صباحك بكل الخير يعني قبل قليل كنا نوهنا إلى عنواننا لهذا اليوم بأن غزة علمتنا وعلمتنا الكثير في هذه المحنة والحرب الصعبة التي بالتأكيد بكل الهمجية وبكل العنف الذي يمارس جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة لكن هناك عبرة وحكمة يجب أن نستنبطها ونستخلصها من كل ما نعيشه بتعليمنا لأمور إيجابية وتذكيرنا كذلك بنعم وبالفعل أننا بخير سواء قبل السابع من أكتوبر وحتى في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها أننا لازلنا بخير فضيلة الشيخ نعم أعوذ بالله سبع العلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليك بجلاله وكماله وفضله وعطائه وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ إذا يبدأ نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلاله يقول في حكمة الابتلاء بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين إذن الحكمة الأساسية من هذا أي ابتلاء يقع على أي إنسان سواء كان ابتلاء عام أو ابتلاء خاص الله عزيزي حتى يبتلي المؤمن قال الله عزيزي يمحي صلى الله الذين آمنوا حتى يرى صدق إيمانك هل أنت ما زلت باتصالك مع الله راضي مما قدر الله أم أنك بدأت تسخط وبدأت الآن تذم بل تسب بل تشتم والعياذ بالله سبحان الله العظيم من أجل ذلك الله عز وجل عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير سبحان الله قال إن أصابه شر صبر فكان خيرا له وأن أصابه خير شكر فكان خيرا له إذن الأمر يتبين لنا أن الذي جرى كله كان بتقدير من الله عز وجل لكن الحكمة في الأمر إن الله عز وجل يريد مننا أن يكون هذا الأمر عنوان للتغيير والتبديل لأن الله عز وجل بيّن لنا أمر مهم قال إن الله لا يغير ما بكو من حتى يغير ما بأنفسهم فإذا رأى الله عز وجل الأمة قد صارت على منهجها الصحيح فيجعل الله عز وجل هذه الابتلاءات حتى يرجعها إلى الله عز وجل وحتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى لكن إذا الأمة ما اعتبرت من ذلك وما تيقنت بهذا الأمر عند ذلك ستبقى في هذا الضلال وستبقى بهذا الأم الكبير فسبحان الله العظيم يجعل الله عز وجل هذه الابتلاءات بأنواعه وأشكالها قد تكون ابتلاءات عامة وقد تكون ابتلاءات خاصة فسبحان الله العظيم الآن الله عز وجل ابتلاء أهل غزة أسأل الله العلي القدير سبحانه وتعالى بعد مرور هذه الأيام أن يجعل لهم فرجا قريبا عاجلا إنه على كل شيء قدير ابتلاء كان صعب على كل المستويات ابتلاء بفقد الأحبة والتدمير وكذلك الحال الاعتقال وغيرها من الأمور التي رأيناها شاهدا عيانا حيا في حياتنا لكن لنسأل حقيقة بعد مرور الآن قرابة المائة يوم الآن يا ترى هل هذه الأحداث أثرت في حياتنا شيء هل غيرت في سلوكنا أم أنها لم تغير الآن هذه الاعتقالات اللي قاعدة بيصير تقريبا شبه يوم في الضف وصلت لأكثر من خمس آلاف تقريبا هذه الآن الاجتياحات اللي قاعدة بيصير الآن تدمير البيوت تدمير الآن الطرقات الآن الاستشهاد الآن هل أثر في حياتنا شيء ولا أنه الأمر الآن ما زال عنه عليه هنا الآن المصيبة الكبرى إذا والله هذا الأمر ما أثر فينا مصيبة كبرى قال من لم يكن الموت له واعظ فلا واعظ له إذا الآن الموت ما قاعد بيأثر فيك إذا الموت ما بيحرك في قلبك زاكن الآن شو بدي يحرك للأسف الشديد نرى الآن عندما تكون هناك الآن جنازة لشهيد تجد الآن الأصحاب المقربين الذين يدعون أنفسهم أنهم مقربون الآن الجنازة بتخش المسجد تجد أعداد كبيرة ما زالت خرج المسجد الله أكبر ماذا تنتظر يا من لا تصلي ماذا تنتظر ألم يؤثر فيك الآن صاحبك بتعيت عليه وممقوت عليه ومحروق دمك وبدك الآن تعمل وتساوي الآن إنت الحد الآن قاطع علاقتك مع الله ماذا ستعود علاقتك مع الله عز وجل هذا أول أمر الآن كثير من السلوكيات ما زلنا إلى اليوم اشتياحات انهدت دور وانهدت أسوار وما زلنا الآن قاعد بنحارب بين بعضنا البعض على عشرة سنطة وخمسة سنطة من نسبة للأسوار ومن نسبة لحد وحدك للأسف لحد الآن شوف كديش الآن العدو الشرس ما بيفرق بين فلان وين فلان الآن حتى الآن ابن فلان ابن فلان كلهم الآن حتى على كل المستويات والتنظيمات والأحزاب والسلطة وغير سلطة والآن انت لك دخل ما لكيش دخل بعنيك الأمر بعنيكيش الأمر الآن أصبح العدو لا يفرق بتاتا الآن متى متى سيغير فينا هذا الحال أنا ابن الآن السشهد يا ترى رح يكون عندي شفقة ورحمة على الآخرين ولا زح يكون كلبي هو هو الآن سيكون الآن ما زال هناك بعض الناس محورب أخوه ومحورب الآن أمه محورب أبوه أنا بحكيش معاهم الله أكبر كل هذه الدماء كل هذه الأحداث وحنا بدنا رحمة الله وما زالت لم تؤثر فيك ما زال بعض الناس بيك الحقوق الناس ميخذ حق أخوه ولا ميخذ حق الآن الآن جاره ما زال عليه ديون بدوش يسدها الآن ما زال عليه كثير من الأمور الآن ما حركت في قلبكش للأسف الشديد اليوم بعض الناس داخل البيوت ما زال بعده الآن بيخذ موقف المرته وزعلان وحردان وفلان كذا بدو طلق وطلقات وكذا إخواننا والله العظيم مصيبة والله مصيبة هذه الأحداث يجب أن تعيدنا إلى الله عز وجل هذه الأحداث يجب أن تعمل الآن تغيير حقيقي في حياتنا هذه الأحداث يجب أن تكون حقيقة الآن بداية التغيير والتبديل في حياتنا على كل المستويات لكن بفضل الله عز وجل كثير من الناس تغيرت صحية وتغيرت سلوكها وتغير منهاجها تغيرت تصرفاتها لكن في بعض الناس للأسف الشديد كما قال الله كلا بران على كلوبهم في بعض الناس الآن للأسف الشديد عندما خطبهم اللعز قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع كلوبهم لذكر الله الله عز الأمرنا قال وَلَتَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكتابة من قبل الآن هؤلاء كفروا رأوا آيات الله وما أش ما آمنوا كما كان مع بني إسرائيل رأوا الآيات قدام عينهم آية بعد آية ربنا رفع فوقهم الجبل كأنه ظل وما آمنوا ربنا شكلهم البحر نصين ونجوا ونجاهم من فرعون وبعد ذلك عبدوا العجل بعد ذلك إذن إحنا أصبحنا كإش مالك كاليهود إذا نحن لم نتغير ولم يغير في سلوكنا شيء عشان هيك الآن حقيقة أقول أنا بخاطب الجميع ضروري ضروري إخواني الكرام اسأل نفسك بالله عليك أقعد لحظة لحظة مع حالك بعد مئة يوم حرب على غزة بعد أكثر من خمس وعشرين ألف شهيد الآن مع تحت الأنقاض الله يعلم يمكن أن نوصل إلى ثلاثين مع الآن أكثر من حوالي خمسين ستين ألف جريح ومصاب الآن أكثر من نص غزة الآن هدمت عن بكرة أبيها أنا أغير في ذلك في كل هذا الشيء اسأل حالك صارت تغير ولا لا كيف سلوكياتك كيف تصرفاتك يعني فضيلة الشيخ استوقفني أمران بصراحة في مع الرشدة حولها يعني إحدى أمهات الشهداء في الأمس القريب الذين تم اغتيالهم من قبل قوات خاصة وبتأكيد الرحمة لشهدائنا وأعنى الله أهلهم قالت يعني أنا بالعادة كنت بروح عند أهالي الشهداء وهذا طبعا شيء من الشيء الأمور اللي أيضا تعلمنا أنه إحنا نقاذر بعضنا البعض في المحن وفي الظروف الصعبة ولكن ما شعرتش بعظم الشيء إلى لما أنا صرت أم شهيد يعني وبالتأكيد الله يصبرهم أهلنا الرجب وكل أهالي الشهداء الآخرين يعني للأمانة يعني بتشوف قديش الإيمان عند مثل أمهات الشهداء مثل هذه المرأة الصامدة ولكن بتقول أنا قديش بصبر أهالي الشهداء وبروح وبشارك بس ما شعرت بألم الفرع والفقدان إلا لما أنا فقدت ابني بمعنى في ناس اليوم فضلت الشيخ للأسف يعني هي بتعيش ضمن معادلة طالما أني أنا بخير عيلتي بخير أهلي بخير ما ليش دخل باللي بصير وهذا المصيب حقيقة وهذا الآن هنا وفعلا الآن أصبحنا نرى الآن صار زي تجمع صارت الآن كل أم شهيد فيش بيت أجر بصير لأي شهيد إلا بروح كنا أيضا وبوقف وهذا الكلام حتى صارت علاقات فد وتكارب بين حتى أباءهم وأمهاتهم سبحان الله كيف الآن هذا الدماء بتجمع إحنا بنقول والله الأم في خير بفضل الله عز وجل إحنا بنقول هذا الكلام لمن تبكى في قلبه درن لمن تبكى في قلبه حقد لمن تبكى في قلبه يعني هذه المرة سبحان الله العظيم صارت الآن لم ماتوا كذا تخيل الآن اثنين أخوة كانوا وكانوا حرب سبحان الله اثنين اجتمعوا في جب واحد سبحان الله معتقلين فبقول سبحان الله العظيم أمآن يعني الآن أصبح ذوق واحد بعض الناس للأسف الشديد إنهد الأنصور داره هدتوا الدبابي لأنه داخل الداخل كان الآن سواء كان حده ولا مش حده الآن مداما هد أمآنك توسع الطريق لله الآن هذيك المرة توسعت الطريق غصبا عنك للدبابي لا لا الديناين هاي الآن الآن وسحها انت لله وفعض الناس الله ربنا يزيهم الخير من هذا المقام أنا بشكرهم حقيقة مواقف عظيم شافي الآن الكورني تبعتوا انهدت طوال رجع من هون ومن هون رجع مترين مترين وفضل الله عزه ووسع الطريق للناس بعض الناس للأسف الشديد على عشر سانط بدي يخذ من الطريق للأسف والله بعض الناس هدينهم هي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ليش؟ ومسر نحط على نفس المكان الآن بعض الناس بقول لك لا هذول احنا في الزمانات أبو يحد وطريبني حلال الآن زمان خلص هسا اليوم عهد هذول اليهود أنا مش راح يرعيك ولا راح يرد عليك لا بقول لك حق ولا مش حق والله إخواني الكرام احنا مش فك كثير دور الآن اتدمر التدمير كامل أصبحت غير صالحة للبناء أبدا لكن أنا بقول والله إخواني الكرام يريت إحنا كل واحد فينا اعمل إيش حق للطريق عام وسع انت انويها لله لله والله العظيم ستكون لك صدقة إلى أن يبعث الله عز وجل للأرض ومن عليها ستكون لك صدقة انت انوي فيها لله وسع كدر ما تستطيع افتح للناس فرج على الناس مش اليوم الان بيبني على حد وبعد حد بيحط شجرة وبعد الشجرة برد يحط كمان أخرى نصيف وبحط كذا وبعدين بيحط بطب وبحط بطبات يا إخواننا نرحم بعضنا البعض والله قال الراحمون يرحمهم الله قال إيش ماله إذن لم نرحم أنفسنا والله لن يرحمنا الله ولن يرحمنا عدونا عشان هيك ضرورة جدا الآن شفنا ابتلاءات شو عملت في الناس الآن برضو عملت نوع من وعد تقالف والتقارب الآن في غزة صارت الناس كلياتها قاعدين الآن طبخة وحدة الكل بوكل عدس الكل الآن حامل التنكات واللي عامل قلن والآن بدور على ندفة مية شربها شوف الآن وين وصلوا لمرحلة إحنا نقول نسأل الله السلامة نسأل الله ربنا إن شاء الله يحمانا ويرعانا الآن شفنا مواقف حقيقة عظيمة إنه كثير من الناس الآن من المخيمات اللي بيطلع وصار يستأجر الآن برا للأسف الشديد ربنا هونها عليهم كل إنسان بيقدر وضعه بيقدر ظرفه في ناس الآن قاعدت بتراعي بتقول له يا عمي تعال بدل للإيجار 1500 أنا بدي أعطيك يا بألف تضامن معك بدي أعطيك يا لسنة ألف عبين ما تدبر حالك بعض الناس لأسف الشديد أبدا مصر 1500 1500 1700 1700 أنا بيعنينيش الله أكبر إذا ما فيش رحمة بين بعضنا البعض متى ستكون الرحمة الله أكبر يعني الحلال اللي أعطاك هذا المال واللي أعطاك هذا العمارة واللي أعطاك هذا الشقة هو قادر أيضا أنه الآن يضطر الآن أنت ضامن الآن بكرة صباح الله تقصف ولا تصير إشي معين الآن بعض الناس مستأجبنا واحد مخازن الآن للأسف الشديد أنت شايف الظرف الآن ثلاث شهور الناس قاعدة لشغلة والعملة ولا فتح محله نهائيا ومع ذلك مصرر الآن يدفع نفس المبلغ ونفس الطريقة خون عليه خفف لأنه ممكن تجي الجرافة تهدي لك محلك اليوم بشوفنا محلات كل شاف المناظر كيف الآن بالجنازين بيخلوا على الواب بخشوا بالجرافة على المحل كله بيدمروا تدمير والله يا أخوان ضرورة جدا نعتبر نعتبر الآن اللي أصاب هذا المكان قد يصيب هذا المكان وقد يصيب هذا المكان ما في حدا معفي والله العظيم الآن أصبح حال الناس كأنه كل واحد روح على كفه الآن قبل يمين الآن تباكة سبحان الله زلم ماشي ومرأة وامو ماشي في حالة بنص بين الدبابات صار الآن بين الجبات والجرافات يتخيل الآن وأطلقوا علي النار لولا رحمة الله عز وجل ما صبطوش الرصاص ما يلو دخل ولا بيعني الموضوع فجأة تفاجأ فيهم يمكن تكون أنت ماشي بتشوف اطلاق نار وواحد بيخرفني مبارح كل كسما بالله ماذا دعا تخذ ماشي بيطلق النار واللهي رصاصة أجب من فوق راسي هيك الآن خزكت الشباك واللهي صرت في الحط إذن أنت الآن أي لحظة كل واحد فينا معرض عشان هيك الآن أما أنا لكلوبنا أن تعود أما أنا لنصطلح مع أنفسنا نصطلح مع الآخرين أما أنا لقلبك الآن أنه يخشع وليني الآن لحبايبك وجرانك وأهلك وتكون عندك شفقة على العالم يعني فضلت الشيخ أحيانا بنسأل بصراحة مثل هذه القلوب أو مثل هذه النفسيات التي تتعامل ربما بسلوكيات يعني لا تمتلي التسامح والدين والرحمة بصلاة يعني ما الذي هم بحاجة إليه كي نشاهد أفضع مما شاهدناه في قطاع غزة وكذلك أفضع من المشاهد التي تمارس بحقنا هنا في الضفة يعني بالفعل فيه فئات ما شاء الله يعني كان فيه بصمة حقيقية في التغيير في التفاعل في المساندة في التضامن ولكن فيه لا تزال الفئة الأخرى أنا قلت يعني طالما أنه أنا بخير ما إليش دخل في حدا أو أنا خلص أنا هيك مش رح أتغير هو مش طابب فيه إشي يعني بهذا المبدأ أنه هو وكأنه يعني بفلتر نفسه أنه أنا مش رح حصيبني أداء هذا المصيبة وهذا المصيبة الآن سبحان الله العظيم ربنا بقول أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة يعني أنت أمام بدأت جيك من الأرض ولا من السماء طب أممكن الآن أقول لك ما جاكيش يهود لكن يمكن الآن ما بشوف الآن شرط صاب دارك وحرك لك دارك كل ياتا بصير تقول يا جيران مشان الله طنيبه ورجو كذا يمكن الآن ابنك ما تشوف اللي حادث سير الآن بصير الصيح يا ناس مشان الله ابني بالمسجفة بدي كذا بدي حد يساعده بدي حد يعاونه هي ابتلاءات أنواعها كثيرة مش بس اليهود مش بس الآن يعني الاحتلال لا مليان أنواع ابتلاءات وأنواع مصائب كثيرة جدا عشان هيك ضرورة جدا يكون عنا رحمة بين بعضنا البعض الآن قاعد الآن بعض الأحيان مشاكل بتصير للأسف الشديد ولا بدي يخشوا على بعض يقتلوا بعض ولا والله أكبر إذا إحنا لحد الآن مش رحمين بعضنا البعض كيف يعدى أنا يرحمونا بدي يقتله بدي يضربه وبدو يخلص عليه ولو عشان إيش عشان مشكلة بسيطة جدا عشان بعض الأمور الآن الدنيوية إذن ضرورة جدا هذا الكلام إن يكون عنا وعي للموضوع الآن يخوانا ربنا بيجيب لنا هذه الآيات حتى نعتبر إذا ما اعتبرنا بكرا الآن رح نبتل بأنفسنا الآن وهون قال السعيد ومن التعضى بغيره والشقي ومن التعضى بنفسه سبحان الله العظيم شوف الآن قاعدين ربنا بيجيب لنا أمثلة أمثلة هذا الآن أخرش الأم الله ربنا يصبرها وهون عليها أربع شباب الآن الآن مرة واحدة ما كان خاطر في بالها شباب قاعدين مولعين نار وقاعدين مبسوطين وبعدين عن الموضوع كليا فجأة والله العظيم أغلب اللي استشهدوا والله والله أغلب اللي استشهدوا ما إلهم علاقة بالشيء إنما كان قدر الله عز وجل عليهم الآن بهذا الأمر سبحان الله العظيم إذن الآن ممكن أي واحد فينا أي واحد ابنه ممكن الآن ما بيفكسد ولا هو ابنه الآن ولا استشهد ولا ابنه كان في السيارة مش هو معني في الموضوع لكن كونه موجود في المنطقة صار اللي صار نعم وبالتأكيد يعني كما ذكرنا سابقا أن الكل مسهدف لأي حدث سواء من الاحتلال أو بدون الاحتلال كل مننا معرض لحمانا وحماكم الله ربما ابتلاءات مختلفة في الصحة في الرزق في الأمن والأمان هنا رسالة تقول مواطن غزي في طول كرم يقول الله يسعد صباحكم جميعا وخاصة إذاعة الفجر تلفزيون الفجر وأهلنا في غزة وتحديدا خان يونس والحمد لله على كل حال وربنا يكتب السلام للجميع بيقول والله بحمد الله بنات البيت خمس سنين من الغرب وزبطت وجاهز من كل شيء ما شفته إلا على الصور وراح بعود الله هذا مواطن غزي ساكن هنا في طول كرم يسعد صباحك بكل الخير دائما والله حقيقة ثاني المصاب كبير يعني أكل لك وإحنا يعني أشد على مستوى يعني الآن لحظات في المخيم من الشمس أكثر من خمسين بيت تدمر التدمير كامل كامل الآن وحرقت الآن في بعض بيوت حرقت بالكامل والله يعني أهلها يعني وضع بحزن حقيقي يعني ونسأل الله عزيز طبعا هذا إحنا الكل بقول يعني إحنا شوه بصير معانا بالنسبة لغزة الكل كاعدة الآن أي مصاب ينصاب فيه بقول لك إحنا يا سيد العزيز ما تطلع لسه غزة أهو أكبر بكثير من هيك ولذلك غزة علمتنا الكثير فضيلة الشيخ علمتنا الكثير علمتنا الكثير علمتنا إنه الآن ما شيء بيضل على ما هو عليه إلا هو الآن ما ضلت الآن كدش كان في فيلل كدش كان بيجيبه معدل أحيان مناظر كيف كانت غزة وكيف كانت الآن حي الرمال وحي التفاح وحي حياء جميلة جدا جدا كيف كانت البساتين كيف كان شط غزة الآن كيف كان صيد غزة كيف كان الآن هو غزة الآن تخيل الآن تطلع عليها المنظر تطلع بتقول هنا كانت غزة وهنا كان الآن بعض المدن الجميلة بعض الفيلة القصور سبحان الله العظيم لكن الإنسان عندما يعلم أن ما عند الله خير والله الدنيا كلها والله لا تعدل عنده جناح بعوضة بإذن الله عز وجل إذا فما بالك الآن بما تملك أنت من الدنيا من هذا الجناح كدش تملك فسبحان الله العظيم عشان هي قال ما عند الله خير وأبقى عشان هيك رب العمين وعد جنة عرضها السماوات والأرض رب العمين وعد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة إذن اللحظة عندما يقول هذا الكلام إذن ربنا بدو رجيك كدش الآن صبرك ورضاك بقدر الله عز وجل ما لك من نعيم مقيم عند الله عز وجل لأنه أول عام ثاني شو ما كنا بكسور ولا بيوت ولا سيارات ولا كذا كل سنغادر الدنيا ونبكي منها شيء أيضا ربما هنا نذكر بما يتعلق بأمور كثيرة علمتنا فيها هذه الحرب من غزة الكثير حيث علمتنا أن نحترم النعم كما ذكرنا سابقا وأن الخنساء لم تموت وأن عشرات آلاف النسخ منها لازلنا يعيشنا بيننا ويقدمنا أولادهن في سبيل الله وكذلك وهذه نقطة أود التركيز عليها فضيلة الشيخ أن الأطفال إذا ربطهم المصاعب كبروا قبل أوانهم وبلغوا مبلغ الرجال قبل أقرانهم وكأنهم من المؤمنين الرجال المؤمنين وبالتأكيد يجب أن نربي أبناءنا على هذا النمو حقيقة يعني الآن ترى نماذج نماذج الأطفال والله العظيم إنه إيشي مش رح صدر يعني قبل يمين الآن طفلي عمر 9 سنوات اللي كانت ناجي من تحت الأنقاض الآن بتقول فقدت سمعت حدا بيقول في حدا هون قلت أنا هون لكني سألت عن أبوي وعن أم لقد قلت أبوي مية أمي ميتة وأبوي مية إخواني كلهم ميتين لم يبقى أن لأنا قالها شو بتقول شو كيف كان شعور بتقول شعور ليوصف بتطلب تقول أسأل الله ألا يذيك أحد هذا الشعور شعور إنك إنت الآن تعيش تحت التراب إنك إنك إنت الآن في قبر وإنت حي وشايف الآن بعدين أمك وأبوك تطلع من القبر ما بتلاك ولا حدا إلك وبالأخير بتسمت بتقول إحنا راضين بما قدر الله عز وجل إننا لله وإننا لا يراجعون حقيقة وائل الدحدوح علم الأمة بل علم العالم بل علم كل الإعلاميين ما معنى التضحي وما معنى الصبر كلماته كانت توزن بماء من الذهب حقيقة صحيح الرجل الصابر الراضي رغم كل ذلك نصحوه الآن في الإعلام وغيره إنه خرص بكفيك الله أعطيك العافية اجلس أقعد عن من تبقى من أهلك قال لا هذه رسالتي سأواصلها سبحان الله العظيم إذن هؤلاء المجاهدين بحق ولهم نعم الجهاد والله هذا مجاهد لا ما بفرق عن المجاهد العامل بنتقيته سبحان الله وكذلك الحال المسعف هؤلاء المجاهدين برتب مختلفة بطرق مختلفة الآن رغم كل ذلك الآن بكي صبر علم الأمة وإلدى حدوح أسأل الله أن يرحم أهله جميعا رغم أنه مصاب ورغم أنه قد استطيع أن يقول أنا مصاب الآن علمت الأمة الآن هؤلاء المجاهدين اللي شفناهم اللي يجروا مقطوعة اللي يجروا مقطوعة وكاعد الآن بضرب هون سبحان الله الآن الله أعذره إلا إنه كاعد رأينا الآن الرجل المعصب راسه الآن مصاب بشضية والله أعلم بشو وضعه ومع ذلك حامل منتقيته بطارد علمتنا غزة حقيقة معنى الثبات اللي ييده مقطوعة وما زال الآن قاعد الآن بيستخدم إيد وحده سبحان الله العظيم علمتنا حقيقة سبحان الله هذا الرجل المجاهد إمام المسجد سبحان الله تيسير بطعيم اللي أبا الله أعزل إلا أن ينشر إسمه تخيله الآن بقول ما هو صنيعة عند الله شوف 25 ألف شيء تقريبا الآن ما عرفنا إسم حدا لكن هذا أبا الله إلا أن يذكر لأنه كان بطريقة أبا إلا أن يموت ساجدا وهو الآن شهيد سبحان الله العظيم الآن علمنا ذلك الطفل الصغير اللي سألوه بقول أنا كنت أسمع وأقول سبحان الله هذا طفل طفل بقول الآن كنا نسمع من مشايخنا أن الشهيد يشفع لسبعين واحدا من أهله فإذا كانوا السبعين كلهم جهداء فلمن يشفع العبارات والله العظيم تدور عليها في كل الكتبة بيتلقيها بالمعجم كله الآن هذا الطفل الصغير اللي آن الدنيا مطر إحنا ما نقول الله يكون فعونها الغزة وحاملها الدلو وكاعد بستنى مندفة الماء من المزراب بقول الحمد لله هو كاعد بيحمد الله مبسوط أنه الله أعطانا مية حلوة حتى نشرب مية حلوة سبحان الله بعلم الأم يقعد الآن معنى الصبر معنى الآن الرضا والتسليم الآن هذا الرجل التبع الروح الروح الآن اللي الآن يسموه أصبح علم أصبح علم قدام العالم والناس إلا إنه ما له سبحان الله الآن أبى إنه بس يضل على هذا الموضوع اليوم شكل لحاله الآن إشي مهم صار جمع حدايا وروح المستشفيات وكل لكل ما بيلاقيهم من الأطفال المصابين يصبر أهليهم ولاعبهم وبسطهم ومازحهم زي ما كان يلاعب بنته بنت بنته سبحان الله وابن بنته بقول هذول كلهم روح الروح سبحان الله شوف كدش الآن إذن هكذا علمتنا رغم آلامه رغم مصابه ووده وراه الآن برة في كندا تعال منعطيك كذا وتتريح وتنبسط وكذا إلا إنه رفض وأبى إلا أن يبقى مع روح الروح اللي هم الآن أولاده في غزة وهذا يعني خير دليل على أن العقيدة سلوك وليست أقوى نعم حقيقة يأيمان يعني ويقين بأن الفرج من عند الله سبحانه وتعالى وبأن كل ما نمر به هو من عند الله لكن هنا مداخلة من الدكتور توفيق فضيلة الشيخ يقول صباح الخير لكم ولشيخنا الفاضل دائما نقول وفي كل وقت الحمد لله من قبل ومن بعد ولكننا لسنا بخير وآسف جدا على هذه التشاؤمية يقول ما الخير في قتل أخي وأختي وأمي وسلب وطني والمتاجر به والتنكيل والتعذيب في ظل هذا الظلام والتنكيل سنكون بخير عندما تتحد مأساتنا ونمتلك القوة للتعبير عندما نتخلص من المتخاذلين والمتآمرين يقول كلمة أخيرة لا يجب أن يكون الخير الذي نحن فيه هو ضريبة السكوت والخنوع والجبن والتآمر واللباس والطعام ومتاع الدنيا إذا كان هذا هو الخير فلا خير في شعب ينتظر السعادة على أشلاء ودماء الشهداء في وطننا ويطلبها من محتل فاصق وفاجر كلام كثير يقول يجب الفتر والقيم الله يقول من أحسن فلنفسه ومن أسائف عليها الآن حقيقة الابتلاء هو أمر رباني من الله عز وجل ما حدا يتمناه ولا حدا الرغبه الأمر الثاني أنه الآن في كثير من الناس يحكي الآن ما زال قلبه أسود هذا الآن قلبه لحاله لكن حقيقة أغلب الناس وأغلب الشعور كله الآن بتحس لكن برضو امتحانات وابتلاءات كانت كل الشعوب للدول العربية كاملة الآن رأينا هذا الخزي والعار لكل زعماء الآن الأم العربية للأسف الشديد الآن يرأوا بأم عيونهم شعب الآن يكهر شعب الآن يموت من الجوع ولا أحد يستطيع أن يقدم له معونة ومساعدة عند ذلك سيتلقى ضربات الله عز وجل ماذا عسنا أن نفعل هل نظلنا نبكى ونقول والله طلع عالنا لا علينا أن نصبر ونتحمل وكل مننا يواسل آخر حقيقة أنا بقول الآن لا ننتظر من أحد أن يطبطب علينا فلنطبطب على أنفسنا حقيقة لا نبدأ الآن باللوم نبدأ الآن بس حي الله نلوم فلان واللوم فلان إخواننا نبعث الآن الأمل والرحمة إن ظلنا الآن حنايا على بعضنا البعض قد ما نقدر نتحمل بعضنا ونصبر على ألم بعضنا ونصبر على أذى بعضنا لأنه إذا إحنا ما صبرنا والله والله ما حدا رح يجع وقف معنا على العكس الآن الكل رح يشمت علينا الآن بكرة الآن دي شفوك أنت وأخوك تتكاتل والله العظيم بكرة الكل رح يشمت عليك بيستاهلوا الله لا يردهم تطلع الناس بايش وهم الآن كذا كذا عشان هيك الآن ليعذر بعضنا بعضا وأن نسامح بعضنا بعضا وأن نجمع بعضنا على ما يوفقنا الله عز وجل قادر يألف هذه القلوب كل القلوب يدرب العالمين القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء الآن أنا أدعو الله عز وجل وتمنى من الله وأدعو في صلاته اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أجمعنا على كلمة الحق اللهم أدب المحبة بين الناس والله إخوان الكرام ضروري جدا جدا هذا الكلام يكون لأنه إحنا الآن بصراحة إذا ظلينا الآن نفتش على بات طلع إفلان طلع إفلان طلع إزام الناس بإيش هو طلع شو يا ابن الحلال خلص أنت دورك انصحوا لله انتصح انتصح ما انتصحش خلص لكن اتطلع على وجه الآخر في كثير من ناس المتعاطفة الآن في إتنا بصير جنازة شهيد بتلاك الآن حضور فوق الحوالي عشر تلاف ولل خمسة عشر ألف واحد الآن بعض الناس بروحش بش إنه معل ذلك إنه إمكان عنده ظرف أن الأوان نفتش على ما يجمع بعضنا البعض ومحبة بعضنا البعض لأنه أصبح الكل الآن مصاب ويأبى الله عز وجل كثير من الناس اللي بيكون لك ما ليش دخل ربنا بحط غصبا عنه بحطه لابن شهيد والله تطلع بعض الناس بيكون سبحان الله العظيم أبل كذلك كان يكون ما ليش دخل وبعيد عن الموضوع والصورة وكذا إلا إنه ربنا يأبى الله عز وجل إلا جيب غصبا عنك على الموضوع فالذي يقدر هذه الأمور هو الله عز وجل من أجل ذلك ضروري ضروري إخواني الكرام إنه الآن نبعث في كلوبنا الرحمة والحنان لبعضنا البعض ضروري جدا الآن إنه نطبطب على بعضنا البعض وما أحد يلوم الثاني نعذر بعضنا البعض في كل ظرف في كل وضع وخاصة اليوم الزيارات أجي علي ما جاب ليش شي تتلموش ما تلومو احمد الله أنه بتصل عليك احمد الله أنه كذا والله أكبر صار عندي مناسبة كذا كذا ما جاهش اعذروا والله الناس ما هي صحية على حالها ما هو اليوم الآن بيصحب حرب وبيصحب كذا باشتياح وتجمعات وصفرات وإنذارات وكذا كل يوم الآن انت بحال كل ليلة انت بحال بل كل ساعة انت بحال عشان هيك الآن عصاب الناس والله ما يمت حملي ولا كادر الآن تفكر لأنه فلانا جاه بنت ما رحناش عليها وهذه ما جاه كذا لأن نعذر بعضنا البعض حتى تظل كلبنا فيها رحمة على بعضنا لأنه إذا ما صار هيك والله إذا لم نرحم بعضا لن يرحم الله لأنه في أمور أهم بكثير بصراحة أنه إحنا نفكر فيها ونهمل همها من أنه هذه خلينا نقول الأمور الشكلية أو الكمالية أيضا هنا مشاركة يسعد صباحكم بكل الخير لقد ثبت وبالدليل القاطع أننا نحن الفلسطينيين شعب الله المختار من العالمين وغير ذلك أنهم ينظرون إلينا شذرة ونحن نظلم أليس كذلك يا شيخ من أبو محمد الخالف أخري بريس سعد صباحك بكل الخير نعم يعني هذا الاختيار وهذا الابتلاء وحتى هنا نحن في بعض الأحيان نتذمر من طبيعة وطيرة الاقتحام أتفضلت الشيخ ومن ما يحدث هنا وهناك والتدميرات المختلفة ولكن بالفعل يعني حين نقارن ما يحدث في غزة وما يحدث هنا ونحن جميعا في المصاب واحد ولكن بنفس الوقت يعني يهون علينا فضاعة للأسف ومأساوية الأحداث في غزة ما يحدث هنا في الضحة سبحان الله هي فلسطين يعني من أول ما وجدت فلسطين أساسا يعني هي الآن فلسطين هي عنوان الجنة بصراحة الآن فلسطين سبحان الله العظيم منذ الأبد البعيد كل الامبراطوريات احتلت فلسطين الآن فلسطين زي ما قال عليكم بأرض الجهاد قالوا يا رسول الله قال عليكم بأرض الفلسطين عليكم بأرض بيت المقدس فإنها أرض الجهاد فإن الجهاد ضماضن فيها إلى يوم القيامة هذه المنطقة ما رح تهدى يعني الآن كل مراكة ما رح تهدى لأنه شوف الآن نهاية الظالمين كل في هذه الأرض نهاية التطار كانت هون نهاية الصليبيين كانت هون نهاية الدجال رح تكون هون نهاية الدنيا كل رح تكون هون ونهاية اليهود رح تكون هون وبالتالي إذن نهاية هذا الأمر هذه الأرض هي أرض الله عز وجل بيّن لها كدّيش أنه هذه الأرض هي أرض مباركة ذكرت بركتها في القرآن بخمس مرات سبحان الله العظيم ثم النبي صلى الله عليه وسلم برضو أشار إشارة واضحة قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت عمود الإسلامي ينزع من تحت وسادتي ويرتفع إلى بلاد الشم إذن رح يكون النور الآن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وين؟ رح يكون النور وهداية العالم كله من بلاد الشم شو قال النبي صلى الله عليه وسلم كم ورد قال إذا فسد أهل الشم فلا خير فيكم إذن وبالتالي أصبح الأمر شوفي الآن وسبحان الله أحداث غزة تعرفي كدّيش العالم الآن في أوروبا في كدّا كدّيش يهتدوا رجعوا إلى دين الله عز وجل والله بيخرف رئيس الآن الجمعيات الإسلامية الموجودة في أوروبا بقول كنا نستكبل بشهادات الآن الإسلام بعض الناس الآن كنا نستكبل حالة لحالتين ثلاثة أربع لحالتين مشهادات الإسلام بقول أما اليوم بين أربعمائة لخمسمائة إنسان الآن تقريبا يوميا أو أسبوعيا قاعدين بحضروننا ونعطيهم مشهادات إسلام بقول حتى عندما كان يأتينا أطفال دون سنة ثمنتاش كنا نجبره نجيب أمه وأبوه كان يروح يجيب أمه وأبوه حتى يشباله يسلمه سبحان الله بقول أكثر من حوالي أربعين ألف إنسان الآن في فرنسا لحالة بعد أحداث سبعة أكتوبر أصبحوا الآن مسلمين فضل الله عز وجل بقول الآن طبع من القرآن الكريم أكثر من حوالي خمسين لستين ألف نسخة بالقرآن الكريم إذن دلال على ماذا؟ إشارة على أن العالم بأكمله أصبح الآن ينظر إلى هذا المجتمع شوف كديش تغيرت نظرة العالم كله إلى أرض فلسطين الآن تغيرت نظرة العالم كله الآن زي ما قالها الآن رئيس الآن أركان السابق بقول الآن ما فعله الآن الكياد الحالية دمروا سمعتنا في العالم أصبح الآن العالم اللي بكى الكل يتطلع عليهم شفكة ورحمة اليوم أصبح يتطلع عليهم على أنهم مجرمين حرب ولأول مرة في التاريخ اليوم ستكون محكمة الآن في لهاي الآن ضد الآن جرائم حرب ضد الإسرائيل فهذا الكلام مشارع ندل على شيء كثير من الأمور تغيرت غيرت غزة في العالم كله تغيرت غيرت في كل مجريات الحياة لذلك نحن نقول أماءنا الأوان وهذا التغيير الحاصل والطارئ في مختلف أرجاء العالم أن كمان في نفس الوقت يحدث ويحصل هذا التغيير نحن كفلسطينيين من نفس الوطن ومن نفس المعاناة ومن ذات بصراحة المأساة أيضا هنا مشاركات وصباحات ودعاء من سيد أحمد البوزياني يقول إن الله مع الصابرين الذين أصابتوا مصيبة قالوا إن الله وإن إله يراجعون وأيضا مشاركة من بشار أبو شنب يقول اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وكذلك من الدعوات المتواصلة اللهم أنصر إخواننا في فلسطين المحتلة وكل بلاد المسلمين في أي مكان يا رب العالمين ومن سهاد حجازي تقول اللهم ألف بين قلوبنا وجزاكم الله خيرا عودة هنا مشاركة تقول يا ريت تتوجهوا السؤال والحديث أيضا عن التجار اللي الحاجة إم الشيكل هو طبعا من قطاع غزة كيس الشيبس سبعة شيكل فوط الأطفال البامبرز أبو 22 شيكل صار 150 شيكل بل كالناس أخذت يعني العبرة وبالذات لأهلنا في غزة للي بيسمعوكم والله ضروري جدا هذا يعني يقول فعلا يعني ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يخواننا ضروري ضروري جدا نرحم بعضنا البعض هذا الآن رب العالمين جعلك في موضع الآن أنت الآن ضروري جدا جدا هاي فرستك فرستك نوع من نوع الجهاد رب العالمين قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم هذا اسمه جهاد بالمال جهاد بالمال أني أنا أخفف على الناس كذلك المسطع لكن برضو نعذر مرتها الآن التجار بكلة الآن البضاعة يمكن هو اشتراها بمبلغ عالي جدا وبعض الأحيان لكن إذا هو اشتراها برخيص وكاعدة بيستغل حج الناس إلها والله هذا عند ظلمه عظيم جدا وإثمه عظيم جدا عند الله عز وجل وليتك الله عز وجل عشان هيك قال قال عليه الصلاة والسلام المسعر في النار إنما المسعر هو الله عز وجل الذي ليش لأنه ضروري جدا إخوانا نرحم بعض البعض التجار بعض الناس لأسف لحد الآن مش كادر تنازل عن إشبان أسعار معينة يا رجل الله أكبر حتى عنا هون الآن ارحم يا رجل بكف الآن بيع براس المال بيع إن شاء الله تربح إشي قليل جدا كل الحمد لله بعض الناس مش بيستعدي الآن تروح الآن ربحته اللي كان متعود عليها أقل من وقت لا يا رجل سامح اعمل تجاوز بعض الناس اللازم بالخير يعني عنده بفاتح باب خير الآن في قضية الصدقات ما بشعر حدا محتاجه يلا معلش توكل على الله روح توكل على الله بيسامح وبيعطي يعني في ناس فيها خير الحمد لله والله ضرورة جدا إخوانا نشفك على بعضنا البعض نتطلع على بعضنا لأنه اللي أعطاك والله ربنا قادر يأخذ منك أنت اللي عندك محل والله قادر الآن صاروخ بكرة بتتدمر وشوفنا الآن بعض الناس الآن في غزة أنا صاحب محل جلبيب أجي وزع كل الجلبيب بوزعهم لله قال يا إخوانا أي واحد بده تعالوا خدوا قال له طب ليش تعمل لك قال لي جماعة الخير أعطيهن أنا لله بإرادتي ونفسيتي أحسن بكرة ما ينقصف محلي والآن وروح كل إشي عشان هيك أيضا بقول أهلنا الآن في غزة التجار اللي قاعد الآن بيغلي والله يا إخوانا حافظ على مالك هذا الآن انفق فيه فيه لله أعطيه لله سامح فيه لله عند ذلك سيرحمك الله وهو النفس الكضية وهو النفس الكضية هذا المال اللي أعطاك إياه ربنا سبحانه وتعالى إذا ما أدت حق الله عز وجل في هذا المال والله ستضيع ستضيع عشان هيك الآن ضروري جدا هذه فرصة أن تجاهد في سبيل الله عز وجل في مالك اللي أنت معاك أن تعطي مما أعطاك الله عز وجل وتعلم علم يقين شوف من رحمة الله أنه ربنا عمين توعد أنه الآن قال وما أنفقته من شيء فهو يخلفه والله ما بتنفك شيء إلا ربنا بعطيك أضعف وضعف فيما تنفك فيما تعطي فالرازق هو الله عز وجل والله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله كتكع فيه مصيبة والله بركة صدقتك اللي أنت صدقتها إتلاك رب العالمين ماله أعطاك وحماك ورعاك ورعالك ابنك وجعل المصيبة عليك خفيفة جدا سبحان الله إذن ضروري جدا هذا الكلام ضروري يكأثر في قلوبنا إحنا الآن يجب علينا أن يكون بيننا تسامح والتساهل في كل الأمور في حياتنا وبذكرك فضيلة الشيخ قبل قليل فيما يتعلق كيف أنه العائلات مع بعضها البعض يعني تتشارك في نفس الإناء في نفس الطعام لقلة الإمكانيات يعني يا حب ذا أيضا أن نتطرق لما يحدث وحدث فيه هنا الاقتحامات الأخيرة وهي يعني الاقتحامات الأحدث إن شاء الله هتكون الأخيرة ولكن للأسف الأحدث من ناحية الفترة الزمنية يعني كثير من العائلات تضررت في مخيم نور الشمس ومخيم طول كرم يعني يا ريت كمان أنه إحنا هنا نوقف مع بعض وهذا الكلام والله يعني بفضل الله عز وجل على مستوى يعني المخيم الناس تقف بشكل يعني مش طبيعي حتى الآن أهلنا في طول كرم كثير جدا بيجوا عندهم مثلا بعض الناس بيقول لك والله أجوا ناس عندي إخوان وجماعتهم وكذا وكرايب الآن تتجنبع بالدار حوالي عشرين ثلاثين واحد نعم أكلهم وشربهم وغداهم وعشاهم وإيواءهم والله يعني أسأل الله عز وجل أن يزيهم خير الجزاء بهذه الوقفات الطيبة ونجد كثير من الناس بالله عليكم صار إيش تعالوا تفضلوا هاي بيوتنا نجازة هاي تعالوا عنا تعالوا عنا هذه الآن مواقف عظيمة جدا أسأل الله عز وجل أن يزيهم خير الجزاء لأنه الآن ها أنت اليوم قدرت تتقوي إنسان الله عنا مكذر في بكرة أنت الآن بتدور الدنيا فعشان هيك ضرورة جدا يخواننا أن نقف مع بعضنا البعض بعض الناس الآن تهدمت بيوتها بالكامل عشان هيك أقول لكل إنسان عنده بيت إزيادة بالله عليك إذا أجاك إنسان خصمه تضرر بيته وكذا مضطر إلى أنه إيش ماله يستأجر بيت ارحمه ما تأخذ منه بالسعر العادي ارحمه خفف عليه أكل ما فيه يعطيه لسنة كاملة على وعسى يدبر حاله يصلح بيته الآن يقدر يتسامحه سامحه لله الآن بعض الناس للأسف الشديد ما زال قلبه كاسب وما زالت الدنيا هيك رابطة على قلبه أقول والله إخواني هذه الآن فرص فرص يغتنمها في طاعة الله عز وجل في عمل الخير وعمل المعروف لن ينسى عند الله عز وجل قال إن الله لا يضيع عمل المحسنين وقصة الثلاثة اللي كان في الغار ما نجاهم من الغار ومن المهم فيه إلا بركة عملهم الصالح يا ربي عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا أنت الآن وما أدراك بعملك الصالح يا رب أجاني إنسان مكروب أعطيته بيتي أعطيته لله أعطيته إياهم ما أخذت منهم ولا شيء يا ربي بركة هذا العمل تنجيني تبارك لي تعطيني الآن تفرج كرب ابني كذا والله سينجيك الله عز وجل كما قلنا الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة هيك ليكون شعارك لا أريد منكم جزاء ولا شكورة إنما نطعمكم لوجه الله يعني بهدف أن تؤجر من الله سبحانه وتعالى أيضا هنا السلام عليكم الله يصبحكم بنور النبي هذه أرض الريباط ولمن صبر له وأجرها بإذن الله إن شاء الله دائما وأبدا أيضا من المشاركات عبر البث المباشر من كامل أبو سمري يقول سعد صباحكم وتحذاتي لكم وللشيخ أبو الأرقم أصعدتم صباحا بكل الخير طب فضيلة الشيخ يعني طالما أننا نتحدث عن غزة علمتنا وعلمتنا ولا زلنا نتعلم الكثير والكثير يعني على اختلاف طبعا يعني الوجع والألم الذي نشعر به لدى فقدان الكثير من الأرواح واستشهادهم نتيجة القصف الإسرائيلي لكن هنا يعني وجوب حمد واستشعار النعم ليس فقط بصراحة في الألمحن حتى ما بعد إن شاء الله يعني انتهاء الحرب وما إلى ذلك يعني يجب أن نبقى على هذا المسار يعني ألا يكون هذا الاطعاض مؤقتا أو أن يكون لحظيا على العكس لازم هذا الشيء يكون بنى عندنا عقيدة للأمام هذا الكلام ضروري ضروري جدا أنه تعلم برضو ضروري جدا اليوم شفنا مظاهر الآن الأفراح اللي كانت الآن فيها بدخ بشكل مش طبيعي تصيرت بشكل كامل الآن بفضل الله عزوز لكن أخشى ما أخشى بكرة إن الدنيا الآن رجعت نرجع لأسوأ من أول وهذه مصيبة عظمى والله إذا هذه ما كانت عبرة إلنا والله ستكون المصيبة أكبر بعد ذلك لأنه ما زال الاحتلال موجود وما زال الأعداء موجودين فأي لحظة ممكن تتغير الأمور عشان هيك الآن إحنا غيرنا يجب أن يبقى التغيير موجود الآن هذه العادات كثيرة والتكاليف اللي كانت باهضة للأسف الشديد جب أن تتغير وأقول للأسف الشديد لحد الآن بعض البنات للأسف للأسف الآن بعض البنات أو بعض الشباب مصر بدي أجل الآن شهر وشهرين وثلاثة عمي ما تخص الحرب عشان يعمل حفل توله وبي ديها على مزاجه المزاج مين؟ على أرواح الشهداء المزاج مين؟ على دماء التي لم تجف دماءهم بعد الذي مأمين تفرح وتغني وتنبسط إذن هذه الآن كلها إشارات على ماذا أنا بقول ضرورة جدا يكون تغيير حقيقي من الآن الآن أضبط على فرحة عمري يوم عمري يوم حياتي يوم عمري يمكن يكسف عمرك قبل ما يجي يوم عمرك ولا لا يمكن يكسف عمرك قبل ما يجي يوم عمرك والله العظيم وياما نسوان اتطلق بنات اتطلق ونكسف عمرهم وهي اللي بعدها بتكون لك لا أنا مش بساعد يا الله شو في ناس فضلت الشيخ ومشت على القليل وبالفعل وللأماني أنا سمعتها من بعض يعني العرائس خلينا نحكي اللي مشت على السريع وقالت يا الله طلع ما أهبلنا يعني هيك بالعام ما أهبلنا شو كنا نتطلع على الأمور القشور والمظاهر بالفعل طلع أوفر علينا هدي بالنا أسرع خلاص كل إشي هيك عشان هيك ضروري جدا الآن ارحموا ارحموا الأزواج ارحموا حالكن ارحموا والله العظيم للأسف أنا عندي كناعة أنا عندي كناعة كل واحدة بتصر على إنها تظلها تعمل عرصها على مزاجها وتأخره أنا باعتبرها أنانية ليش أنانية لأنا مبدهاش مش مهم هو الله لا يرده المهم أني أنا كيف أكون المهم أرسي كيف يكون المهم اللي بيستي كيف تكون إذن صار القضية هي أنا وهذه أنانية كمت الأنانية للأسف الشديد عشان هيك الآن أقول يكفينا أنانية والله العظيم أجمل الأحرف راح خمس أعراس إن عملا في غزة من كانت من أجمل الأعراس على بساطتهم على ظروفهم على شغلات إيش يعني بتبكي وبتضحك وقدش فرحة الناس اللي كانت رغم الآن الحرب إلا إنهم ما لأبوا أن يرى الاحتلال إلا إن نحن سنكون سعداء الآن كون سعيد تقدر تعمل الآن عرصك على أبسط ما يكون والله وفي كمت الفرح والسرور والسعادة اللي أنت فيها عشان هيك ضرورة جدا جدا إحنا الآن نغير ونبدل الآن الأوان إنه هذا القلب نسكر عليه شوي الكبري اللي موجود عندي خلص مشي مشي الأمور مشي وكله بيدي رب العالمين اللي بيفرحنا وربنا اعمل على الشياء بسيطة جدا خلص في داخل ضارك في شغلات بسيطة امشي ومشي الأمور كليا ما نظر ما ندكر على كل كبير وصغير الظروف يقول لك يمكن الله أعلم يمكن السوف الظروف تيجي أسوأ وأسوأ وأسوأ الله أعلم بكرة حتى يعني منهم تزوجة حديثا وقال حتى في إحدى المقابلات مع عروس ما كانت شيادو بشهر يومين ثلاثة حتى هي قالت إحنا كان المفروض ب13 أكتوبر لكن إحنا قدمنا لخمسة يعني قبل الحدث بيومين فقط لا غير فهي بتقول أنا ما لحقتش أحفظ ملامح بيتي ونهدم طبعا طبعا فبالتالي الواحد يعني كل شيء مقدر من عند الله نعمك مقدر من عند الله ابتلاءاتك مقدرة من عند الله فالاستسلام لقدر الله مع الأخذ بالأسباب هذا مهم جبهة سبحان الله قبل مدة واحدة كان الآن عرصهم قريب جدا سبحان الله جوزها كان في سيارة وسودفت السيارة رأى واستشهد الشب سبحان الله العظيم الله يرحمه ورحمه تتخيلك ليش حسرتها الآن يعني أيام كادتين هذا ليه لأنه أجل 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 تضمن الوحش بيصير معاه تضمن بيصير كسف ممكن يعتكله ممكن يصير إشي معين والله أنا بقول فرصة نقتنمها قدرت تكون يا سعيد أنت جوزي في عيش الأيام الموجودة بندريش واحد الآن صار الموت والله العظيم أي لحظة بتصبح بإشي وبتمسي في إشي والله العظيم عشان هيك الآن كون الحمد لله نكون الحمد لله ونرضى باللي الله قدرنا إياه في هذا الظرف هذا كله بآية من أيات الله إذا ضروري جدا نسلم أمرنا إلى الله عز وجل وما نظلنا نفكر الآن بدي عيد وبدي أرجع بدي كده خلص ما الشي ما الشي شو ما كانت الغنوية شو ما كانت كده بديها أيه بديها أيه لازم والله فلسفة زيادة عن نزوم تتعب في حياتك والله ما رح تستفيد أيضا هنا من الأستاذة مونة ذياب في الأردن الشقيق تقول السلام عليكم صباح الخير زبدة القول هي الرجوع إلى الله نعم في هذا اللقاء وفي هذا الحديث وغزة بالفعل علمتنا الكثير ونأمل من الله أن دائما وأبدا نتخذ العبرة والعظة من كل ما يحدث في حياتنا من محن ومن صعوبات وحتى من انفراجات في الحاجات فعلا الآن تجد كلمة الحمد لله كل الرضا والتسليم لأمر الله كل كلمة الله 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 يعني الآن كان فعلا الله هو الشاهد على هذا المشهد سبحان الله العظيم وكلهم الآن راضون مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى وهكذا يكون إنسان في حالة طمأنينة مدم الله أعطى هو الذي أخذ وهذا كله بتكتير الله ونعم بالله دائما وأبدا وأشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ الإمام أبو الأرقم على هذه الإطلالة والإضاءة ونأمل إن شاء الله أن نكون وإياكم يعني تعلمنا شيئا جديدا في هذا اليوم أو يغير ربما في تفكير ليس بالإيجابي نحو الأفضل بعيدا عن التشاؤمية إن وجدت لدى البعض في تغيير بعض السلوكات أن يكون بالفعل أو أن تكون العقيدة السلوك لدينا وليس بس مجرد أقوال وأحاديث جانبية هنا وهناك شكرا جزيلا مرة أخرى وأشكر كذلك كل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة وطيب الإصغاء طاقم العمل في الهندسة لإذا عد أنوار الحش حمر شكرا جزيلا لك على أحمد الجلد في التصوير والإخراج شكرا جزيلا لك أحييكم من وراء المايكروفون